السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم نسيم همزة من ولاية كيرلا الحندية اليوم أبدو أن أشارك معكم قصة شغفي باللغة العربية لم يكن تعلم اللغة العربية ضمن خطتي المبدئية كانت هذه اللغة تمثل لي تحديا كبيرا حتى وصولي للصف العاشر لكن تغييرت نظرتي بالكامل عندما قام والدي بتعريفي على كلية أزهر العلوم بمدينة ألوي في ولاية كيرلا في البداية شعرت بالإحباط لعدم إدراكي لأحمية تعلم اللغة العربية ولكن مع مرور الوقت واستكشافي لها بدأت أدرك الأثر العميك الذي ستتركه في حياتي كانت كلية الأزهر تضم نخبة من أمحر المعلمين الذين جعلوا من نحلة تعلم اللغة العربية تجربة رائعة وممتعة خلال السنة الثانية تمكنت أنا وزملائي من اتساب مهارات لغوية مكنتنا من الغوص في عالم العدب العربي وهكذا تحولت اللغة العربية من مجرد مادة دراسية إلى شغف حقيقي شغفي بقراءة القصص والشعر والروايات والمجلات والكتب لم يعرف حدودا ومع كل كتاب جديد كانت معرفتي تتسع مما زاد من شغفي ورغبتي في القراءة أكثر فأكثر كان تولي منصب محرر مجلة الهلال العربية في كلية شاندفورم نقطة تحول مهمة في حياتي حيث فتحت لي أبواب تطوير مهاراتي الكتابية وكان الدعم المستمر من معلمين الذين كانوا دائما على استعداد لتوليح الأمور الغاملة دافعا قويا لتقدم في السنة الأخيرة من براستي وطحت لي فرصة غير متوقعة بالعمل كمترجم في بزارة الداخلية بقطر رغم ترددي تقدمت للوظيفة ولمفاجأتي تم قبولي الرحلة إلى قطر كانت محفوفة بالتحديات لكن في النهاية تجاوزت كل الشكوك والتحديات الأعمل في قطر كان تجربة تحويلية حيث ساعدني التعاون مع زملائي على فهم اللغة العامية بسرعة هذه الخبرة شكلت الأساس لمشاريعي المستقبلية المهام التي تلت ذلك في الهند ودبي قدمت لي تجارب متنوعة وثرية من متخصص لغبي إلى مسؤول إعلامي كل وظيفة ساهمت في تشكيل مساري المهني فترتي في بلدية دبي كانت غنية بالتعلم بالفضل التعاون مع الزملاء وإرشادات كبار المسؤولين وصلت مسيرتي المهنية إلى ذروتها بتعيني كمسؤول إدارة ومنسق لوسائل الإعلام في مكتب السمو الشيخ همدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي أحد دبي هذا الدور كان نقطة انطلاق نحو الحصول على منسب مستشار إعلامي أول مع شركة أمريكية في عام 2018 أسست شركة متخصصة في مجال الترجمة والعلاقات العامة في دبي مما محهد لي التريق لبداية مسيرة متوالعة ومبتكرة التزامي باللغة العربية ثابت وراسق في قلبه ومع التحديات التي جلبها عصر الكوفيد فقد شهدت مبادراتي لتسهيل لتعلم اللغة العربية للأجانب تقدما ملحوظا الحمد لله كمحرر لبوابة الهندية الإلكترونية التي تقدم القصص الهندية للجمهور العربي أسعى جاهدا لتعزيز التبادل الثقافي تقدير حكومة دبي جاء في شكل تأشير ذهبية تأكيدا على أهمية مساهماتي في اللغة العربية والثقافة وهو ما لن يعد دليلا على الإمكانيات الكبيرة للتعاون المستقبلي في هذا المجال قيادتي لأول نادي دوس ماستر عربي في العالم لغير الناتقين بالعربية تعقس التزامي بتعزيز إتقان اللغة العربية عالميا الدعم الذي أتلقاه من الهوات المتحمسين وعشاق اللغة العربية يؤكد على أهمية هذه المبادرات في ختام هذه الرحلة أرى نفسي محظوظا لخدمة اللغة العربية مؤمنا بأن اللغة عنصر أساسي في السياسة والثقافة الحفاظ على اللغات مثل اللغة العربية مهمة عظيمة بأنها تحتلن التراث السقافي بخلاف الاعتقادات الشائعة اللغة العربية ليست معقدة بل هي لغة مرنة ومتوافقة مع التبيع البشرية مهمتي هي تبديد الأساطير المهيطة باللغة العربية لغة القرآن والسعي لتسهيل إمكانية وصولها إلى الجميع ونشر الوعي عن أهميتها العالمية شكرا لمشاهدتكم ومتابعتكم إلى اللقاء مع السلامة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة